وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصل ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعن الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهن وقدموا واحدا منهم يلحدوني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف الأبن من فوقي وفارقني وقال هل عليه تربى وتنموا حسن الثواب من الرحمن ذل منني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يولسني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجاد في سؤالهم ما لي سواك إله من يخلصني فمن علي بعاف منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مال بعد من صرفوا وصار وزر على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلا وحكمته على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار مال لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك دنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوا الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحمط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يزارع الخير تاحصد بعده ثمرا يزارع الشر موقف على الوهن يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعن الله يرحمني يا نفس ويح كتوب وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالخير